الام المصرية النهاردة عيد الام والله ابدأ بيها المفروض ونغني الامنا ونبوز راسها ونديها ورد ونقول له كل امرأة مصرية كل سنوان طيبة المرأة المصرية هي شايلة الهم المرأة المصرية في عيدها بقول مش هنعطل الاحتفال بعيد الام ونقول لها كل سنوان طيبة نقول لها كل سنوان طيبة والحب متواصل لكن هي شايلة الهم وخاطب الام المصرية في يوم عيدها في يوم عيدها ان هي تحافظ على بيتها واسرتها واهلها وولدها ان هي اللي تلموهم وتقعد بهم في البيت تخليهم يعودوا في البيت الام المصرية قادرة الام المصرية سباقة الام المصرية بقول لها في عيدها كل سنة وانت طيبة يا امي يا اختي يا ابنتي كل ام مصرية ومرأة مصرية كل سنة وانت طيبة لكن معلش مسئولية جديدة عليك وطريقة عليك لم الاسرة المصرية خليهم في البيت مش هننسى الام المصرية عمرنا مننساها ورغم الكوارس اللي احنا فيها بنرجع بناخد بنبلرقنا بناشف بكلمة من الام بنظرة من الام الام هي هي احسن حاجة في الحياة الحب الحقيقي الوحيد اللي صادق ومجرد وممكن تستنزف نفسها من اجلك النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل تغريدة وبالنسبة عيد الام والمرأة المصرية الرئيس بيقول لها في عيد الام اتوجه باغلى مشاعر الانسانية الى كل من ضحت واعطت وتفانت وكانت رمزا للحكمة والصبر والايمان والعطاء من كافحت وكانت سندا وعونا الى من ندين لها بما غرسته في قلوب ابنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح الى امي التي ادعو الله لها بالمغفرة والرحمة الله يرحمها ويرحم كل ام مصرية وربنا يسكنهم فسيحة جناتة وربنا يبرك لنا في اعمار امهاتنا وكل واحد يبعط لامه اللي يكلمها في التليفون بلاش زيارة يا سيدي خلاص وكل واحد يخلي باله من امه بجد مش كيمة عيد بجد لانه لو فقدتم احبائكم عمرك ما اتعوض عمرك ما اتعوض ومش هيحس بكده غير اللي فقد عزيزنا ده